وضع المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضر موت العبيد مطيع المنهالي حجر الأساس لمشروعين في البنية التحتية لمكافحة المخدرات والدفاع البدني بمدرية الريدة الشرقية وقصيار وأوضح المنهالي أن مشروع مكافحة المخدرات سيشكل نقلة نوعية في محاربة شتى أنواعها في هذه المدرية الحدودية بين محافظتي حضر موت والبهرة فيما تكمن أهمية مشروع الدفاع المدني في احتياج المدرية لطواقم في هذا المجال لما تتميز به من مساحة جغرافية كبيرة